اشتركوا في القناة مرتبطا بالمخدرات كما يتصور البعض هناك الكثير الكثير من أنواع الإدمان مما لا يكاد يخلو منه أحد هناك الإدمان على التدخين هناك الإدمان على المخدرات هناك الإدمان على الخمر الإدمان على الكحول الإدمان على التسوق الإدمان على السرقة الإدمان على الأفعال الجنسية التي يفرط الإنسان فيها وفي حرام الإدمان على الأجهزة الحديثة على التويتر والفيسبوك والشبكات الاجتماعية والتقنيات الكثيرة التي ربما يقع الإنسان ضحيتها فيصبح غير قادر على الخلاص منها مشكلة الإدمان هنا علجها القرآن الكريم بصورة عجيبة وعظيمة وهي صورة المطففين فالله تعالى توعد هؤلاء المطففين لأنهم أدمنوا السرقة سرقة شيء طفيف بسيط قليل وهم تجار لكن يسرقون من الفقير زاده ولو كان قليلا فالله تعالى توعدهم لأنهم تعودوا على ذلك وأدمنوا حتى أصبح طبعا وجبلة فيهم ثم بيّن سبحانه أن هذا إنما حدث بسبب اختلال الموازين عندهم ما بين الدنيا والآخرة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إذن أكثر ما يمكن أن يعالج به الإدمان هو جرعات قوية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى تحول الإيمان من أن يكون شيئا نظريا يقال باللسان إلى أن يكون عقيدة مستقرة في القلب وتجعل الإنسان يراقب نفسه حتى في السر لأن هنا لا تكاد تجد إنسانا إلا ما ندر إلا وعنده سريرة معينة قد تكون هذه السريرة طيبة أو خائبة ممكن تكون سريرة الإنسان أن عنده قيام ليل لا أحد يعلمه إلا الله أو صيام أو عمل صالح أو استغفار أو صدقة صدقة السر لا يعلمها إلا ربنا سبحانه فهذه خبيئة ربما الله تعالى ينجي بها العبد في مواقف كثيرة ويمكن العكس أن يكون عند الإنسان خبيئة من عمل سيء والغريب أن عددا من الأمراض المتعلقة بالانفعال وعدم التحكم بالتصرفات مثل السرقة ومثل التسوق والقمار أيضا إدمان القمار وإدمان الجنس أنها تصيب ناس ربما يكونون في نظر الناس الآخرين الذين يعرفونهم ربما يكونوا ناس ممتازين يتوقع هؤلاء قد يكونوا مدراء ووجهاء ومحترمين وحتى أسرهم تقدرهم وأصدقاؤهم والغالب أن هذه الأشياء تقع سرا لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى وتجد هذا الإنسان يشعر بندم شديد بعدما يرتكب الذنب ربما يجلس أياما وهو نادم وقد يبكي على ذنبه أو على فعله المهم أن هذه الأشياء قد تكون الأسرار أو الإدمان أمور دون ذلك مثل الإدمان أو اعتياد الإنسان على مشاهدة المشاهد الإباحية أو على ممارسة بعض العادات السيئة والإطناب فيها أو على علاقات محرمة ما بين الأولاد والبنات فيما لا يحل إلى غير ذلك من الأشياء التي توجد عند قطاع عريض من الناس وإذا كان الإدمان بصورته الخطيرة السلبية ربما يوجد عند 20-30% فهذه الأمور التي دون ذلك قد توجد عند نسبة ربما تكون أضعاف هذه النسبة فأهم وأعظم ما يعالج به ذلك هو تجديد الإيمان تعزيز الإيمان في القلب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين القرآن الكريم يصف هؤلاء الناس بأنهم فجار الفجور أصبح جزء من طبيعتهم وتكوينهم وربما كانت البداية بسيطة لكنهم استسلموا لها واستساغوها ومضوا وراءها ولذلك وعدهم الله تعالى بسجين أن يكون كتابهم في سجين والسجين مأخوذ من السجن وهو يدل على انحطاط الرتبة وعلى الوعيد في الآخرة وجهنم هي سجن لهم كما قال سبحانه واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يعني هم محصورون فيها هي تحصرهم فهي سجن ومن هنا كتابهم في سجين هذه العادة السيئة التي ارتكبوها في الدنيا كانت سجنا سجنوا أنفسهم فيه والجزاء من جنس العمل وأيضا الشيء الغريب والعجيب أن الله سبحانه قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني أشار إلى أن الكسب الذي كانوا يكسبون الشيء الذي يعملونه ران على قلوبهم غلب وغطى عليها والران هذا نوع من الغلاف الذي يكون على القلب فيفقد الإيمان ويفقد الوعي ويفقد الحياة أو تضعف فيه الحياة وقريب منها القفل كما قال ربنا سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إذن تدبر القرآن ومعالجة أمراض القلب وأمراض النفس والروح والعقل بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا واستشفاء ورقية وفهما كل ذلك مما يعين ويساعد على الخلاص من هذا الأمر وقريب منها أيضا الغلاف الذي يضعه الله تعالى على قلوب المعرضين وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون إلى غير ذلك من الأمراض التي تصيب القلوب فهنا قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون إذن هذا الحجاب في الآخرة عن رؤية الله سبحانه وتعالى والاستمتاع بالنظر إليه وبنعيم ذلك النعيم العظيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو بسبب استعجال الإنسان لهذه المتع الدنيوية واسترساله وراء الشهوات وراء المغريات دون رادع من إيمان أو من قرآن أو من خوف من الله عز وجل هذه الصورة العظيمة ذكرت الكثير من صفات هؤلاء المبتلين بألوان من الإدمان وكيف يمكن معالجة هذا الأداء والخلاص منه والخروج منه ولا شك أن الكثيرين يحتاجون مع ذلك إلى أن يفضوا بأسرارهم إلى أصدقاء يثقون بهم يمكن أن يأخذوا بأيديهم إلى جادة الصواب وكما قال بعض السلف اتخذ صاحبا يحصي عليك يعني يمكن أن يساعد الإنسان لأن إرادة الإنسان في هذه الحال ربما تضعف ولا يستطيع ودائما يجري على هؤلاء المثل الشعبي الذي يقول كل ما قلت يا الله التوبة قال الشيطان بس هنوبة إذن الشيطان هنا يغري الإنسان إنه لهذه المرة الواحدة فقط ودائما فكرة هذه المرة الأخيرة هي التي تجعل الإنسان يمضي في سبيله دون أن يتوقف يحتاج إلى أن يدرك أنه لم تعد القصة هي هنوبة فقط وإنما هي أمر مستمر ومستديم يحتاج إلى تعزيز وتقوية الإرادة والامتناع وبكل تأكيد إذا كانت الأعراضة الانسحابية بسبب التوقف قد تصيب الإنسان لأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة سبيع على أكثر تقدير إلا أنه بعد ذلك سوف يشعر بأن الغشاوة انقشعت عن قلبه وأنه أصبح يرى النور بشكل جيد ويعيش الحياة وبالتأكيد أيضا ستكون متعته بالحياة بالأكل بالشرب بالأسرة بالسفر بالوجبة بالأصدقاء باللقاء ستكون أكثر أضعافا مضاعفة قد يعتقد البعض بأن اللقاء من دون سجارة ليس جيدا أو أن الطعام من دونه لا يحلو ولا يطيب لأن الإدمان زين له ذلك بينما هو يعرف تماما أن هذه السجارة ليست رائعة ولا جميلة وكل ما في الأمر أن هذا النقطين الذي تعود عليه المخ وألفه يظل ينادي ويعوي وكأنه وحش كاسر في داخل الإنسان يطلب المزيد ومن اعتصم بالله تعالى كفاه ومن توكر على الله تعالى أعانه ووقاه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر